واحدة من اهم المنح الدراسية اللي متكلش اهمية عن منحة الحكومة الروسية او منحة الحكومة الهنغرية او اي منحة من المنح اللي بيفضلها جميع الطلاب هي منحة الحكومة الصينية. طب ليه معظم الطلاب بتفضل منحة الحكومة الصينية? لان المنحة بتقدم لك العديد من المميزات. منها مسلا هي بتغطيلك جميع تكاليف الدراسة. بتوفر لك راتب شهري. بتوفر تامين صيحي. بتوفر سكن مجاني. كمان بتوفر لك سنة لتعلم اللغة. غير ده كله ان المنحة فيها تخصصات اللي كل الطلاب عايز يتقدم عليها. زي الطب زي الهندسة زي الاسنان زي الصيدلة. كل الكليات بتلاقيها متاحة في منحة الحكومة الصينية. خلي بالك احنا بنقول منحة الحكومة الصينية. معنى كده ان جميع الجامعات الحكومية الصينية موجودة في منحة الحكومة الصينية. وطالما كل الجامعات مشاركة في المنحة وبالتالي جميع الكليات وتخصات موجودة. منحة شهادة اللغة الانجليزية مش بتكون مطلوبة منك. هنتعرف خلال الفيديو بتاعنا على التفاصيل الخاصة بالمنحة. المميزات بتاعة المنحة. الكليات الموجودة. وازاي اتعرف على الجامعات الموجودة. كمان المستندات اللي هتكون مطلوبة منك. وهنشوف شرح طريق التاديم على المنحة خطوة بخطوة. لو انت عسي سفيد من الفيديو ما تنساش تتابع الفيديو من الفداية للنهاية. لو عندك اي سوى على اي استفسار انا مذكرتوش بالفيديو بتاعنا. تفضل سيفه الكومنتات وانا هرد عليه. ويا ريت من عدة الفيديو ما تنساش. تدعمنا بلايك وتعمل سبسكروب وشارك في القناة. وتفعل الجرس دعما منك الجودل بنحاول نقدمها. وشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد ولو لسه ما شاركتش في القناة. انزل الشارك دلوقتي ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن منحة الحكومة الصينية المجانية للدراسة في دولة الصين. وطبعا منحة الحكومة الصينية هي منحة غنية عن التعريف. بالنسبة لتفاصيل المنحة في الدولة المستضيفة هي الصين. الجهة المنحة هي الحكومة الصينية الجماعات المقررة دراسة بها. تقدر تقدم على وحدة من الجماعات الحكومية الصينية المشاركة في المنحة. وهنتعرف على الجماعات دي كلها مع بعض وهنجيبها من فين. تمام? المراحل الدراسية اللي تقدر تقدم عليها وتحصل فيها على درجة علمية هي البكالوريوس والماجستير وكمان الدكتوراه. يمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم. بلاخص جميع الطلاب العرب اللي بيتعبوا قناة دكتور المنح. اي ان كانت الدولة العربية مصر تونس الجزار المغرب. المملكة العربية السعودية الاردن. اي دولة عربية سوريا لبنان بتقدر تقدم على المنحة دي. بالنسبة للسن ما فيه السن محدد لان انت بتقدر تقدم على اي مرحلة درسية. سواء ان كان باكالوريوس او ماجستيرها ودكتوراه فجميع الاعمار متضمنة في المنحة دي. شهدة اللغة الانجليزية مش مطلوبة منك بشكل اكباري. اخر معجل التقديم هيكون واحد وتلاتين مارس عشرين اتنين وعشرين يعني لسه قدامك فرصة كبيرة جدا ان انت تقدم على المنحة دي. هنا في بعض المرحوزات الهمة لو انت عايز تقدم على اي مناحة درسية بنفسك. فانت بتقدر تتابع خطوات الشرحة التفصيلية بتقدم على القناة دكتور المنحة كالعادة. لو انت عايز بيد من خدماتنا اصلاف التقديم على اي مناح دراسية او تطوع او تدريب وتجهيز المستندات او ترجمة المستندات لاي لغة فكل اللي عليك ان انت بتنملك خاص بينا. ولي بتلاقي لينك بتاهم موجود في سندوق الوصف اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا. وفريق تقديمات كالنات دكتور المنح بيبدأ يتواصل معك. في حالة ان انت مريد بشكل صحيح. تمام? بعد كده لو انت عايز تشارك في جروباتنا على الفيسبوك لو تساعد وتليجرام بتقدر تشترك لمتابعات كل ما يخص المنح اول باول. طيب اهي كليات والتخصصات المتاحة التقديم عليها. طبعا قلنا ان المنحة دي بتشمع الجميع الجامعات الحكومية الصينية فبالتالي جميع كليات وتخصصات بتلاقيها موجودة. طب هندسة صيدلة. العلاج الطبيعي الازنان. جميع كليات والتخصصات المختلفة بتلاقيها موجودة هنا قدامك وبتقدر تقدم عليها. تمام? طيب خلي بالك من حاجة مهمة. وانت بتملق الخاص بمنحة الحكومة الصينية زي ما تشوف معها بعد في شرح طريقة التقديم. هو بيكون طالب منك كود الجامعة. بيكون طالب منك كود الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها. طيب الجامعات دي والاكوات دي تقدر تجيبها من فان? هتلاقي ان هنا سايب لك من خلال اللينك ده بتضغط عليه بتفتح معك الصفحة دي. بتلاقي هنا جميع الجامعات الحكومية الصينية المشاركة في منحة الحكومة الصينية. موجودة هنا قدامك. وقصات كل جامعة موجود الرقم بتاعها زي هنا مسلا عشرة اتنين سبعة اتنين عشرة اتنين سبعة تمانية اي جامعة انت عايز تدرس فيها بتلاقي الكود بتاعها موجود قدامها. بتروح تاخد الكود زي ما هو وبتحطه في المنحة عشان خاطر هما يكونوا عارفين انك انت عايز تقدم على الجامعة دي. تمام كده? طيب هنرجع مع بعض هنا للشرح بتاعنا مرة تانية. مميزات المنحة والتوميل بضغط لك جامعة تكاليف الدراسة بتوفر لك ريتيب شهري. بتوفر سكن مجان بتوفر لك تأمين الصحي كمان بيوفر لك سنة لتعلم اللغة الصينية بما انك انت هتحصل على منحة الحكومة الصينية. هتدرس سنة تحضرية لتعلم اللغة الصينية بعد كده تكمل دراسة بتاعتك. زي مسلا منحة الحكومة الروسية منحة الحكومة الهنغرية بتاخد سنة تحضرية لتعلم اللغة. بعد كده تبدأ تدرس المجال اللي انت اخترته بلغة الدولة اللي انت اتعلمتها. طيب ايه هي المستندات المطلوبة للتعديم على منحة? طبعا هتم لأ خاص بالمنحة جميع البيانات المدخلة او المستندات اللي هترفقها لازم تكون فقط باللغة الانجليزية. اي لغة يعني غير الانجليزية? فللأسف الطلب بتاعك هيترفض. بعد كده هيكون طالب منك جهاز السفر لازم جهاز السفر بتاعك يكون ساري. طالب منك صورة شخصية صورة شخصية تكون حديثة وبخلفية بيضة. كمان هيكون طالب منك بيانات درجات. بيانات درجات ده لو انت بتقدم على يبقى حضرتك هتقدم له شهادة السنوية العامة بتاعتك. لو انت لسه في اخر سنة في السنوية العامة هتقدم له ثبات يدل ان انت في اخر سنة في السنوية العامة وبين درجات الصف السنية السنوية. ده لو انت بتقدم على اللي هي الدراسة الجامعية. لو بتقدم على هيكون طالب منك صورة من شهادة تخرج بين درجات البكالوريوس. طيب لو انا في اخر سنة في البكالوريوس عايز Folks أقدم على مجستير في منحدة الحكومة الصينية حضرتك بترفقله صورة من درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في البكالوريوس. ويثبت يدل ان انت في اخر سنة. في البكالوريوس. ولو انت بتدرس البكالوريوس بتاعتك باللغة الانجليزية. كمان هكتبت إن الدراسة بتاعتك باللغة الانجليزية دي هتدعم بتاعةك. لو انت عايز على دكتوراه. هتقدم له صورة من شهات تخرج بين درجات الماجستير. لو انت في اخر سنة في الماجستير يبقى يتقدم له بين درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الماجستير. ويثبات يدل ان انت في اخر سنة في الماجستير. ولو انت بتعمل الماجستير بتاعك باللغة الانجليزية. هاتله اثبات يدل ان الماجستير بتاعك باللغة الانجليزية. ده بيدعم موقفك وبيدعم بتاعك. تمام? بعد كده يكون طالب منا خطابات التوصية. طبعا انا عمل لك عالقناة شرح الخطابات التوصية كل حاجة ما يخص خطابات التوصية. طبعا خطاب التوصية ده بتجيبه من احد اساتيسات الجامعة او المدرسين بدعوتك. طبعا خطاب التوصية ده المدرس او الاستاذ الجامعة اقعيا كان الشخص يكتب لك خطاب توصية اهم حاجة ما يكونش حد من قريبك. طبعا بيوصي بيك في المنحة دي. بيتكلم عن انشطة بتاعتك المرات بتاعتك هو ليه بيرشحك للمنحة دي. تمام? بعد كده شهادة الفحص الطبي بتجيبها من اي مستشفى حكومي بتحمل الخاص بيه الكشف او الفحص الطبي الخاص بمنحة الحكومة الصينية بتروح بي على اي مستشفى بتعمل الفحصات والدكتور طبعا بيعلم لك قدام كل فحص وفي الاخر بيمدي لك على الفحص ده ولو يقدر يختم عليه بيختم عليه تمام? بعد كده الخطاب بتحفيزه بتلاقي ان هنا سايب لك رابط الفيديو من خلاله بتقدر تطلع كافية كتاب الخطاب بدي حفيزه بشكل كده محترفي بمسال. بعد كده بالنسبة للناس هي بتقدم على دكتوراه وماجسترة يكون طالب منا خطة البحثة وخطة الدراسة. انت عايز تشتغل على اي بحس انت هتعمل ايه? النتائج اللي انت عايز توصل لها وعي كزا. بعد كده خلي بالك في شهادة الفيش والتشبيه. احنا بنسمي لكم مصر فيش وتشبيه. اللي هي حضرتك اكيد عرفها شهادة الخلوة من ارتكاب الجرائم. ودي انت حضرتك بتجيبها من مركز الشرطة الخاص بالمكان اللي انت عايش فيه. تمام? بعد كده انا في اوراق بتدعم قبولك. يعني لو هي معك تمام? لو مش معك ما فيش مشكلة. ولكن وجودها بيفرق طبعا. زي ايه? زي السيرة الزاتية. وانا سيب لك هنا لينك الفيديو من خلال تقدر تطلع على كيفية كتابة السيرة الزاتية بشكله كديم واحترافي. كمان لو انت توصلت مع احد الاساتيزة الجامعين في دولة الصين. وخصوصا الناس بتقدم على موصل دكتوراه. لو انت توصلت مع دكتوره وعندك قبول منه او توصلت مع جامعة وعندك قبول منه. فدي حاجة كويسة ازاي تتواصل مع الجامعة? قلنا عن طريق البريد الالكتروني وخاص بمكتب الطلاب الدوليين بتقدر تتواصل معهم. وتعرف منهم شروط الحصول على قبول او ممكن تدخل على الموقع الخاص بالجامعة. تشوف اللي هما الاساتيزة او المشرفين اللي انت عايز تشتغل معهم في مجال معين وتقدر تتواصل معه. هو بيدي لك قبول. دي برضو من الحاجات الداعمة. طبعا لو انت عندك شهادات لكورسات عملتها طوعية تدريبات انشطة بتقدر ترفقها. لو حضرتك بتشتغل يعني خلصت مسلا دراسة واشتغلت وعندك خبرة عمل برضو بترفقها في دي بتكون بمثابة اوراق داعمة لك. تخليك مؤهل للقبول في المنحة. تمام? خلي بالك ان منحة الحكومة الصينية من المنح اللي بتقبل عدد كبير جدا من الطلاب على مستوى العالم. وده اللي معروف عن منحة الحكومة الصينية. هنا في بعض المنحة الاخرى تم شرحها قناة دكتور المنح واللي بتقدر تطلع عليها من هنا. ما تنساش ان قناة دكتور المنح عاملة لك العديد من العروض اللي تساعد الطلاب في التهديم على اكتر من منحة دراسية لو حضرتك حابب تقدم من خلال قناتنا. ده الموقع الرسمة طبعا هتقدم من خلاله على المنحة بتضغط اللي بتفتح معك الصفحة دي. دلوقتي هنشوف شرح طريقة التهديم على المنحة. نفس شرح طريقة التهديم اللي شرحناه سابقا. هيا هيا شرح طريقة التهديم. لو عندك اي صلاة اي صفصر انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا. انزل نسيفه الكومنتات ونرد عليك وما تنساش تدعمنا باللايك ويلا بينا ندخل على الشرح. بعد كده فتح معنا الموقع الرسمي الخاص بالمنحة واللي من خلاله هنبدأ نقدم على المنحة بتاعتنا. طبعا انت ملكش دعوة بالجزء ده لو انت اول مرة بتدخل على الخاص بمنحة الحكومة الصينية. هتيجي هنا معي عند انت هنا بتيجي وبتضغط على لو انت فتحت بتاعك والايده باللغة الصينية فانت هتيجي عند كلمة هنا وهتضغط عليها فهيتلاقي بتاعك كله باللغة الانجليزية. هتيجي هنا عند هتفتح معك الصفحة دي. فالصفحة دي هو طالب منك انك انت هنا بتعمل ده اللي انت هتستخدمه فيه ما بعد لما بتيجي تدخل بتاعك هنا طالب منك انك تكتب الايميل بتاعك فانت بتكتب الايميل بتاعك ويريد تكتبه بشكل صحيح لانه كل التواصل معاك هيكون عن طريق الايميل ده وكمان اللي هو اللي هو اللينك اللي انت هتستخدمه عشان تاكتب الحساب بتاعك هيتبعت لك على الايميل ده. بعد كده هنا انت بتكتب الباسورد بتاعك وهنا بتكتب الباسورد مرة تانية. بعد كده هو هنا بيدي لك انت بتكتب الكود هنا بعد كده بتضغط على بتلاقي اللينك اللي هو من خلاله هتاكتب بتاعك بعد كده بتيجي عند صفحة بتكتب الايميل بتاعك او بتكتب اللي انت كتبته هنا بعد كده بتكتب بعد كده بتضغط على وهنا فتح معنا بتاعنا ودي اول صفحة هتقابلك في طبعا هنا بيقول لك اول حاجة اللي انت هتمشيها في المنحة دي كل ده انا هفهمه لك دلوقتي وهنفهمه مع بعض واحنا بنملك بتاعنا اول حاجة هنا هو بيقول لك ان انت هتدخل بتاعتك هتدخل معلومات عنك معلومات عن الدراسة بتاعتك زي ما هنشوف مع بعض تاني حاجة هنا بيقول لك اختار اللي هو الجزء الخاص بالتخصصات الجزء الخاص بالكلية اللي انت هتختارها البرامج اللي انت عايزها في جامعة معينة طبعا هنا هو ميدي لك طيب اي طيب بي طيب سي احنا الحالة بتتطبع علينا هتكون طيب بي وهو هنا طالب منك وكل ده هنفهمه مع بعض ايه هو طيب ايه هو ده عبارة عن كود الكود ده انت بتجيبه من فان لو انت فاكر معي الصفحة اللي انا فتحتها الخاصة بالاكواد اللي احنا قلنا عليها موجودة هنا قلتلك احنا نفتح الصفحة دي مع بعض من هنا جميع الاكواد الخاصة بالجامعات الصينية فتحناها وسبنا الصفحة دي هنا انت بتلاقيني سيبلك هنا صور من جميع الاكواد الخاصة بجميع الجامعات اللي موجودة تبع منحة الحكومة الصينية طبعا انت بتيجي بتشوف الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها وبتروح عند هنا الجامعة ايا كانت الجامعة بتيجي بتاخد الكود الخاص بالجامعة دي ولاكن مسلا عشرة متين اتنين وعشرين طيب العشرة متين اتنين وعشرين او الكود اللي انا اختاره طبقا للجامعة هنعمل بايه احنا هنيجي هنا في بتاعنا طيب احنا قلنا هنختار طيب بعد ما اختار طيب بي بي هعمل ايه? هاجي وادخل الكود الخاص بالجامعة اللي انا اخترت الخصص اللي انا عايز ادرسه فيها. طيب معناه ايه الكلام ده? معناه ان من الاول هقول لك تاني هتيجي هنا بتدخل بتاعتك زي ما هنشرح مع بعض. بعد كده هو هيجيب لك او عبارة عن تلات مربعات موجود فيهم طيب ايه طيب بي طيب سي. احنا هنضغط على طيب بي. بعد ما نضغط على طيب بي هنيجي عند نكتب الكود اللي احنا اخترناه اللي هو عشرة متين اتنين وعشرين او ايا كان الكود اللي انت عايزه. بمجرد ما بتكتب الكود ده هو في بيحول لك الكود ده لاسم الجامعة. طبعا اسم الجامعة ده اللي انت اخترته. وبكده انت تكون دخلت لهم الجامعة اللي انت عايز تقدم فيها. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده? بعد كده انت بتكمل بتاعك عادي. بتدخل اي معلومات تانية هو بيكون طالبها منك. هو هنا بيقول لك بعد ما بتخلص كل ده انت طبعا بتعمل له طيب في ملحوظة انا عايز انا اتبهك عليها. في بعض الجامعات الصينية بيقول لك قدم في الخاص بمنحة الحكومة الصينية اللي هو وكمان تعالى بتاعنا. يعني انت هتملة اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي وهنشوفها نملة ازاي اللي هو خاص بالحكومة الصينية. هتيجي قبلو مسلا في بعض الجامعات بيقول لك املال الخاص بي. يبقى انت كده ملات الخاص بالجامعة. طبعا الجامعة انت هتلاقيه طبعا على الخاص بالجامعة اللي انت عايز تقدم عليها. وهنا احنا برضو ملينا الحكومة الصينية اللي احنا هنملاها مع بعض. طيب في بعض الجامعات التانية اللي هي بتقول لك ايه? بتقول لك انت بس املأ الخاص بمنحة الحكومة الصينية. وخلاص انت بمجرد ما بتملأ ده اللي احنا هنملاها مع بعض دلوقتي انت كده يعتبر قدمت في الجامعة بتاعتنا. طيب انا اعرف الموضوع ده ازاي ازا كانت الجامعة عايزة الحكومة الصينية بس. ده عن طريق انك بتدخل على الخاص بالجامعة اللي انت عايز تدرس فيها. وقولت لك اسمها الجامعات هتلاقيهم هنا زي ما فتحناه. تدخل على الخاص بالجامعة بتشوف تعاقدها مع منحة الحكومة الصينية اللي هي بعد كده لو هي عندها خاص بها بتملأ وبتاخدوا الكود بتاع الجامعة وبدخلوا في اللي احنا نشرحه هنا. لو هي بتقول لك يملأ الحكومة الصينية بس. فانت بتملأ ده بس. طيب بعد ما شرحنا كل الكلام ده لو انت عايز تقرأه برضو مرة تاني انت ممكن تقرأه. ده كل التلخيص انا حاولت اشرحه لك بصورة سريعة وبسيطة علشان خاطر انت ما تجيش وتو هنا. هنيجي مع بعض هنا عند وهنضغط عليها. هيفتح معنا بتاعنا زي ما شرحت لك اول حاجة هنا بتكتب بتاعتك. بعد كده هنا بمجرد ما بتملأ بتاعتك بتيجي هنا بتختار دي هتلاقيها طبعا متاحة تقدر تدوس عليها. انا مش هينفع تدوس عليها دلوقتي لانان لسه ما دخلتش بعد كده هنا انت لو عايز تطبع بتاعك وبعد كده بتبدأ تتابع حالة بتاعك من هنا. طيب هنيجي في اول خطوة هندخل مع بعضها هنا على هندغط على هيفتح معنا بعد كده الصفحة الخاصة بتاعك. اول حاجة هنا طالب منك طالب منك اسمك زي ما وجود في وهنا الاسم الرابع. لو تعرف تكتب اسمك بصين يكتبه لو مش هتعرف خلاص يبقى فاضية. عادي هو هنا بيقول لك الحاجات الاساسية كاتب لك عليها هنا ان هي اساسية وادخلها. الحاجات المشي اساسية بيكون سعيب لك المربع بتاعها فاضي. هنا بتدخل تاريخ ميلادك هنا بتدخل بتاعك سوى ذكرهم انسة. هنا لو انت متزوج ام اعزب بتدخل حالة اجتماعية بتاعتك هنا بتدخل دولة الميلاد بتاعتك وهنا مدينة الميلاد وهنا الديانة بتاعتك. هنا بتدخل الجنسية بتاعتك هنا بتختار اللغة اللانجوج اللي هي بتاعتك هي اللغة الام يعني انا مسلا من مصر اللغة العربية هي اللغة الاساسية. فاختار اللغة العربية ايا كانت لغة الدولة بتاعتك فانت بتختار اللغة بتاعتك. بعد كده هنا بتدخل رقم الباسبور وخلي بالك ان جهاز الصفر هنا مطلوب بشكل الزامي علشان الناس اللي بتستني في هل طالب مني جهاز الصفر ولا? هو طالب منك جهاز الصفر بشكل الزامي. بعد كده هنا انت بتكتب لو تاريخ انتهاء الباسبور بتاعك. بعد كده بتكتب رقم التلفون بتاعك بتكتب الايميل بتاعك لو عندك ايميل تاني بتكتبه بعد كده هنا بيقول لك لو انت عندك اي دي لو عندك بتكتبه لو ما عندكش خلاص بيسيبه فاضي لو عندك هنا لو انت عندك ايميل على او عندك رقم تليفون عامل بتكتبه هنا لو ما عندكش خلاص بعد كده هنا الادرس بتاك بتكتب له العنوان بتاعك بالتفصيل اللي هو رقم الشارع والشارع اللي انت عايش فيه والمدينة والمحافظة والدولة بتاعتك بعد كده هنا بالنسبة اميرجنسي كنتك نقم انت هنا مسلا بتكتب لو اسم والدك مسلا بتكتب هنا اسم والدك بتكتب هنا الجندر بتاع سوى الزكرة من انسى. تكتب هنا لو مسلا والدك فانت بتختار فاضifer. لو والدتك بتختار موزر على حسب انت بتفتح السهم وبتبدأ تختار. بعد كده هنا بيقول لك رقم التليفون الخاص به والعنوان بتاعه بتكتبه هنا. بعد كده بتضغط على علشان خاطر تحفظ كل البيانات والمعلومات اللي انت دخلتها هنا. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بتفتحه عن طريق ان انت بتضغط عليه فبيفتح معك الجزء ده. طيب هنا بتكتب ايه? بتكتب معلومات عن التعليم بتاعك. لو انت خلص صنوية عامة فانت بتكتب معلومات عن السنوية العامة بتاعتك. لو انت خلص كلها بتكتب معلومات عن كلها بتاعتك. ايا كانت مرحلة دراسية اللي انت خلصتها بتبدأ تكتب معلومات عنها هنا. مسلا لو انت طالب بتقدم على فانت هنا بتيجي بتختار بتفتح هنا السهم. انت هنا مسلا بتختار اللي هو لو انت خلصت البكالوريوس فانت هنا بتختار لو خلصت المصر بتختار لو خلصت دكتوراه وبتقدم على دكتوراه تانية فانت بتختار دكتوراه ديجري. فانا هنا باعتبر ان احنا خلصنا مسلا مرحلة السنوية العامة وبنقدم على فاحنا هنا بنختار لو خلصنا اللي هو مسلا وعايزين نقدم على مصر فاحنا هنا بنختار هنختار الحاجة على حسب الحاجة اللي تخصنا. بعد كده بالنسبة لطلاب السنوية العامة هتكتب سوى كنت ادب أو علمي. بالنسبة ليه طلاب الجامعة فانت هتكتب في الصادي المجال الدراسة بتاعتك لو كنت بتدرسه. مسلا انا كنت بادرس كيميا فانا هكتب هنا كيمستري. بعد كده هنا بتكتب اللي هي الدولة كانت فيها الجامعة بتاعتك. بعد كده هنا انت بتكتب اسم الجامعة. بعد كده هنا انت بتكتب له حصلت على او بعد كده بتكتب له هنا تاريخ التحقق بالجامعة او المدرسة السنوية دي وهنا تاريخ التخرج بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك ازر لو انت عندك اي درسات تانية لو انت مسلا درست في جامعة تانية لو انت خلاص خلاصت المدرسة السنوية بتاعتك عايز تدخل له معلومات عن الدراسة الجامعية بتاعتك. لو انت درست في اكتر من مكان انت بتشوف الجامعات اللي انت درست فيها وبتدخلها هنا. لو اندرستش في ماكن تانية فانت بتسيب كل دفاضي اهم حاجة ان انت بتملأ اول جزء اللي هو بعد كده بتيجي بتنزل معي هنا تحت في لو انت كنت شغال في اي حاجة قبل كده واي مكان قبل كده فانت هنا بتيجي تدخل له معلومات عن الوظيفة بتاعتك. لو ما كنت شغال في اي مكان قبل كده فخلاص انت بتسيب الجزء دفاضي. بعد كده بتضغط على طبعا انا هنا مش اينفع اضغط لان انا ما كتبتش بيانات هنا. انا بشرح لك ولكن انت ممكن تضغط على ومجرد ما بتكتب المعلومات دي. بعد كده هتيجي هنا عند ازر بتفتحها وبتبدأ تملى البيانات الموجودة فيها. هو هنا مسلا طالب منك لو انت توصلت مع حد في الصين زي او مسلا مؤسسة في الصين او جامعة في الصين فانت بتكتب اسمها هنا رقم التليفون الايميل الفاكس لو عندهم تكتب العنوان بتاعها بعد. بعد كده بتيجي في جزء انت هنا مسلا بتكتب اسم والدك اللي هو السن بتاع والدك هنا والدك بيشتغل ايه? هنا مسلا اسم والدتك سن والدتك والدتك بتشتغل ايه? لو عندك اي اقارب تانية في تدخل بياناتهم. وبعد كده بتضغط على وبكده انت تكون مالية اول جزء في بتاع منح الحكومة الصينية. بعد كده بتضغط على وبيجي بعد كده يدخلك على الجزء التاني وهو طبعا احنا زي ما قلنا واتفقنا مع بعض هنضغط على بمجرد من نضغط على بنيجي ونكون جايبين الكود بتاعنا اللي احنا اخترنا الجامعة بتاعتي. يعني مسلا احنا اخترنا اي جامعة من دولة اللي يكون مسلا جامعة اللي هي فاحنا هنا هنيجي لجامعة شنزهاي الرقم بتاعها عشرة اتنين اربعة تمانية. طبعا هنكون اطلقنا على التخصصات الموجودة في الجامعة دي لقينا كلية اللي عايزين ندرس فيها. فبنيجي هنا في بتاعنا وبنيجي عن طايب وبنكتب الرقم اللي هو عشرة اتنين اربعة تمانية. وبمجرد ما بتكتب الرقم بتلاقيه الواحدة تلقائي حول لك الرقم ده لاسم الجامعة. بتبدأ تدخل بقى المعلومات اللي هطلبها منك. طبعا انا مش عارف اشرح لك هنا لانا ما عملتش البيانات. بعد كده هنا بتكون خلص بتاعت لو عايز تطبع بتتطبعه. بعد كده هنا انت بتتابع البيانات بتاعتك او الحالة بتاعتك من خلال الاخواند الخاص بيك على حساب منحة الحكومة الصينية. او برضو على بتاعك. وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التقديم الحصرية على قناة دكتور المنح لمنحة الحكومة الصينية. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط. وما تنساش ان المنحة دي ممالة بالكامل وفيها كل التخصصات وخصوصا الطبية والعندسية. سهل وبسيط زي ما انت شفت قدامك خلال الشرح. كمان هو مش طالب منك شهادة تثبات اللغة الانجليزية. كمان فيها مميزات عديدة ان هي ممالة بالكامل وراتب بتاعها راتب عالي. فيها اقامة مجانية. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط. وان كل اللي شاف الفيديو ده ان هو يقدم على فرصة دي. وانت في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل شير للفيديو عشان خاطر تشارك المعلومات مع الناس التانية اللي محتاجة للمعلومات دي او محتاجة للمنحة دي. او انت عايز تزود فرصة قبولك فما تنساش انت ممكن تقدم معانا عن طريق ملة الابليكيشن خاص بينا بتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده بتدخل تعمل الابليكيشن وبتلاقيهنا وبنتواصل معك. اتمنى لكم التوفيق وشكرا.